اشتركوا في القناة وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب بطولة العالم للسيارات فئة بورمود في السباق قبل الأخير للموسم الحالي 2019 والتي قيمت منافساتها على حلبة شارلوت بمدينة كونكورد في ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق وقد هنأ جلالة الملك المفدأ عضاء فريق بحرين واحد للسيارات وشكرهم على هذا الإنجاز العالمي في رياضة السيارات والذي يضاف إلى الإنجازات التي يواصل أبطال المملكة تحقيقها في مختلف الرياضات على المستويات الإقليمية والقرية والعالمية منوها جلالته بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه متسابق الفريق والطاقم الفني والذين استحقوا من خلاله التتويج بهذا اللقب ورفع اسم المملكة في هذا المحفل العالمي كما أشاد جلالته بالجهود المثمرة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتشجيع لفريق بحرين واحد للسيارات لتحقيق الإنجازات العالمية والارتقاء بهذه الرياضة التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا في البحرين ومختلف دول العالم منوها بالسمعة الرائدة التي تحظى بها المملكة في استضافة سباقات الفورمول واحد ومتمنيا جلالته لأفراد الفريق كل التوفيق والتقدم في السباقات والمشاركات القادمة وقد أعرب اسم الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على توجهات جلالته الكريمة مثمنا الدعم الكبير لجلالته حفظه الله والذي كان له الفضل في تحقيق هذه الإنجازات المشرفة باسم المملكة في هذه الرياضة العالمية كما أثنى سموه على الدعم اللامحدود لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للفريق ورياضة السيارات بشكل عام في المملكة والذي أسهم في حصد الألقاب والبطولات العالمية وأكد سموه على بذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب في سبيل مواصلة تحقيق النتائج المشرفة في بطولات سباقات السرعة القادمة